اشهدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب باطلاق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر البرنامج الوطني للتوظيف بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والذي يهدف إلى إعطاء الأفضلية للمواطن البحريني وتعزيز فرصه ليكون الخيار الأول في التوظيف في سوق العمل مع الحفاظ على مرونة سوق العمل لاستقطاب الكفاءات وأشارت معالي رئيس مجلس النواب إلى أن البرنامج الوطني للتوظيف يؤكد التعاون المعهود بين السلطة التشراعية والسلطة التنفيذية تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تعزيز التعاون الإيجابي من أجل الوطن والمواطن وأكدت معالي رئيس مجلس النواب أن هناك طلبا نيابيا وتوافقا عاما لإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بصفة الاستعجال عملا بالمادة رقم 87 من دستور مملكة البحرين وأضافت معالي رئيس مجلس النواب أن تجاوب الحكومة المواقرة مع المطالب النيابية في إطلاق البرنامج الوطني للتوظيف يؤكد حرص الجميع على تلبية تطلعات الوطن والمواطن وأن البرنامج سيحظى بالدعم النيابي التام باعتباره خطة وطنية رفيعة لزيادة فرص التوظيف للمواطن في سوق العمل ودعت معالي رئيس مجلس النواب كافة الفعاليات الوطنية ومؤسسات الدولة والمواطنين وخاصة الباحثين عن فرص العمل للتفاعل الإيجابي والمسؤول مع البرنامج الوطني للتوظيف وتحقيق أهدافه الرفيعة وغاياته السامية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن